معنا من لندن مرسلنا جياب أبو صفية جياب يعني بالتأكيد هناك تذمر وغضب في الرأي العام البريطاني من هذه الإجراءات حدثنا عن أبرزها نعم امتد هذا الغضب لطلاب الجامعات الذين بدأوا للتو العام الدراسي الجديد تجربتهم كطلاب على مقاعد الدراسة 40 جامعة في بريطانيا طلبت من طلابها التزام الحجر الصحي المنزلي البقاء في أماكن السكن وعدم الخروج منها هذا ما له من وقع نفسي شديد على الطلاب هذا ما تحدثت به رئيسة اتحاد طلاب بريطانيا هناك أيضا غضب في الأوساط قطاع الأعمال الصغيرة والترفيهية في مناطق في إنجلترا حتى أنه خرج عمدة مدينة ليفربول الذي قال أن عملية إغلاق الحانات عند الساعة العاشرة مساء لا يعمل خصوصا أن كل من ارتادوا هذه الحانات والمطاعم والكافهات عند الساعة بعد العاشرة مساء تجمعوا في تجمعات كبيرة جدا ربما ستفرض غرامات مالية وهي بدأت بهذا اليوم قانونيا وبشكل قانوني أن يتم فرض غرامات مالية من ألف جنيه استرليني إلى عشرة ألاف جنيه استرليني في حال تكرار المخالفات بالخروج أو منع حذر التجول أو استغلال الأماكن الترفيهية المفتوحة من قبل قطاع الأعمال لفتحها لما بعد الساعة العاشرة كل ذلك في محاولة منها بريطانيا لعدم الذهاب إلى خيار الإغلاق الشامل ولكن الآن بات هذا الخيار واضحا في بعض المناطق التفشي خصوصا في شمال إنجلترا ابتداء من مساء هذا اليوم سيكون منتصف مواطنين مقاطعة ويلز تحت الحظر الشامل للخروج على الأقل لأسابيع مقبلة لحين احتواء تفشي الفيروس الذي بدأ ينتشر بشكل كبير في بريطانيا شكرا جياب أبو صفية في لندن